اشتركوا في القناة يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في منتدى أفريقيا عام 2018 لقد ساهمتم جميعا في إحياء فكرة خرجت من هنا للحياة منذ ثلاث سنوات رؤية لقارة أكثر تطورا وانفتاحا ونجاحا تشريفكم اليوم بهذا العدد قد يعد تعبيرا عن التزامنا المشترك تجاه القارة الإفريقية هذه الرؤية نابعة من القادة فعنني واثقة تماما من أنكم جميعا تودون مشاركتي في التوجه لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل الشكر والتقدير على دعمه الدائم لهذا المنتدى لقد مر الوقت سريعا وفي خلال سنوات محدودة ونحن الآن نقف في وقت هام لتحقيق المزيد من التنمية لقارة فبعض الدول الأفريقية مذالت تبهر العالم بتطورها الاقتصادية ورغم كل ذلك فمذالت الاستثمارات في أفريقيا يسيطر عليها من هم خارجها في العالم وأن نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتكز على مجموعة من عشر دول إفريقية فقط هذا يعني كثير من الفرص غير مستغلة ولذلك نود أن نستفيدوا نحن الأفريقة منها لماذا نترك الاستثمارات تتنافس على مصادرنا لماذا لا نستفيد استفادة كاملة من الموارد والفرص التي نمتلكها لا بد أن نتحرك سريعا وذلك من خلال التواصل وفتح الشبكات ومشاركة الأفكار والعمل سويا وهذا هو سبب تواجدنا هنا اليوم أصحاب السعادة السيدة والسادة الأصدقاء أتينا جميعا من دول مختلفة ولدينا خلفيات مختلفة ونعمل في قطاعات مختلفة إن هذا التنوع في قارة أفريقيا لشيء عظيم ومذهل فلدينا أكثر من ثلاثة آلاف مجموعة عرقية ولدينا ألفين لغة ونحن أكثر شعوب العالم من حيث التنوع الوراثي أي اثنين أفارقة يتم اختيارهم بشكل عشوائي بالتأكيد لديهم اختلاف وراثي أكثر من أي أوروبي أو صيني ولذلك فلابد أن يكون هناك نوع من عوامل الغموض ومعض من التخوف من العمل داخل دول بثقافات مختلفة وبعيدة كل البعد لألاف العميال ولكن ما يثبته هذا المنتدى هو أننا عندما نفتح عيوننا وأبوابنا فسوف نكون قادرين على رؤية القواسم المشتركة لأننا نقترب من بعضنا البعد أكثر مما نعتقد فمن الصعب أن نحدد الفرق بين سلة منسوجات في كيغالي ومثيلتها على بعض سبعة آلاف كيلو متر في جزيرة فاديوث في السنغال أو حاول أن تفرق بين سود الموسينكو الموسيقية والموسيقى التي يستخدمها الأزماريين في أثيوبيا أو مثيلتها في سوس بالمغرب ولدينا أيضاً أقدم وأجمل نظم الكتابة في العالم من الجيز إلى الفاي والتيفناج والهيروغليفية كلها تختلف ولكن هناك تشابه مذهل بينهم وبعيداً عن الفنون والرياضة والموسيقى الأصلية في قاراتنا أود أن أتحدث عن أهم شيء نشترك فيه جميعاً فهي مجموعة القيم التي تعرفنا مثل أهمية وحدة الأسرة ووحدة الأسرة وتقاربها في قلب ثقافتنا الاجتماعية نحن نعتز بأطفالنا ولدينا كثير منهم هم أعظم قوة لدينا ومقدر لهم أن يتحملوا مسؤوليات هائلة في تحول وبناء قارة الإفريقية فلدينا شباب قادرون على الوصول إلى ما يريدون شبابنا طموحين ومرتكرين إنهم على استعداد لتحمل المخاطر ولديهم مفاتيح لمستقبلنا الأفريقية التي ينتمنا إليها هي أيضاً في تطور مستمر ففيها قوة عاملة كبيرة وكثير من الوظائف في القطاع الخاص وحرية أكبر وتحرك أكبر وسياسات أفضل وهؤلاء التي نديهم ميزة السفر في كافة أنحائها لاستغلال الفرص حيث أن الفرص لا تأتي إلى الأشخاص ولكن الأشخاص هم الذين يبحثون عن فرص العمل فعندما يتواصل الناس تتقارب الدول الأيضاً إذن رسالتي لكم أرواد الأعمال هنا أن تبدوا قطار جهودكم أن تحاولوا أن تنتهزوا الفرص المتاحة وأنني عبر عن سعادة الغامرة رؤية العديد من الذين شاركوا العام الماضي فهم يتواصلون الآن في أعمالهم في أجروسنتر مثل شركة أجروسنتر الفائزة بمسابقة سيد ستارز في جنيف ومعها نصف مليون دولار من الإستثمارات وشركة فارم كراودي من ناجيريا والتي حصلت على تمويل قدره مليون دولار من منصتها الرقمية لربط المسارعين والمستثمرين أيضاً شركة رواندا أريد التي استطعت أن تحصل على تمويل 250 مليون فرانك رواندي لبناء محطات كهرباء صغيرة من الطاقة الشمسية وهناك كثير أيضاً من أمثلة الأخرى تهانيني وأرجوكم أن تستمروا في إلهام الآخرين وأن موضوع الإلهام فإن هناك مجموعة مهمة أخرى التي نحتاج بشدة لتمكينها حتى تستطيع أن تحقق النمو الذي نعمل عليه فإن القارة الأفريقية لديها تاريخ طويل من الملكات الأفارقة والمحاربات من أجل حرية شعوبهم الملكة حاتشبسوت التي حكمت مصر قرابة العشرين عاماً ونمت التجارة مع السومال من خلال البعثات الاستشافية البحرية وأمينة من زازوا قادت مقاطعة زازوا في ناجيريا باستيطرة على التجارة في القرن السادس عشر وآخريات من من قدنا المقاومة وعملنا على تحرير شعوبهن من الاستعمار مثل الكهينة ملكة البربر والمعروفة بملكة أفريقيا وأنيا أسانتياوا في غانا والتي بشجاعة خسوى قادت شعب الأشانتي لإنقاذ ملكهم فإن هذا التاريخ المجيد للأسف الشديد تم تجاهله ولكن في الوقت الحالي علينا أن نفتخر بالسيدات القياديات والمؤهلات في أفريقيا ففي العام الماضي قامت مصر بتعيين أول محافظة من السيدات وفي غانبيا عينت أول عضو فاقد البصر في مجلس الشعب وفي أثيوبيا فإن مجلس الوزراء الجديد به خمسين في المئة من السيدات بالأمس في جلسات الأمس في جلسات تمكين المرأة الإفريقية وقد تم توضيح الدور الهائل الذي تلعبه المرأة الإفريقية في مجالات الأعمال والسياسة فإن المتحدثات والمشاركات ألهمنا جميعاً ليس من أشخاصهن بل لما اخترنا تحقيقه أصحاب السعادة السيدات والسادة العام المقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي إن هذا الأفضل وقت للجمهورية مصر العربية للعمل على تطوير الشراكات والأفكار والتعاون عبر الحدود حتى نتمكن جميعاً من تحقيق ذلك وأن يكون هناك دعاوناً مثمراً فإن هذا يحدث تحقق بشكل سريع وأن بالتأكيد سنكون مثالاً للتنمية التي يقودها القطاع الخاص سأبدأ بالتأكيد كمنتدى استثمار وعمال نحن قد تمكننا من الانتقال من مرحلة الحلم إلى مرحلة العمل وأشعر بسعادة حقيقية ففي كل مرة أسمع عن صفقة جديدة يجرى الاتفاق عليها وعن إطلاق مشروع جديد وتنفيذ شراكة اقتصادية جديدة بين الدول الإفريقية فإن الأعمال تصنع فارقاً حقيقياً ليس من خلال التنافس ولكن عن طريقة التبادل التجاري والبحث عن فرص عبر الحدود ولكن ماذا لهناك العديد من العقبات والحواجز التي يجب علينا كسرها والحدود التي يجب أن نتخطاها دعونا نعمل سوياً وأن نطلق العنان لإمكانات شبابنا ونسائنا وشعوبنا وقارتنا ونجعل تقدمنا لا يتوقف شكراً جزيلاً أموال يتوقف شكراً جزيلاً ومنا جزيلاً جزيلاً الجزيلاً أسيداتي وسيدة اشتركوا في القناة